السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليس لكم كل جديد بإذن الله في بداية هذا الفيديو لا نجزى أن نقول الدعاء المشهور لشهر رمضان المبارك الدعاء الذي يجب علينا جميعا أن نردده كل يوم حتى قدوم شهر رمضان المبارك اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية وتفع الأسقام والعون على السلات والسيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم سلمنا للشهر رمضان وتسلمه منا وسلمنا منه حتى ينقضي عنا شهر رمضان وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربكم الله هذا الدعاء يجب علينا أن نقوله جميعا قبل البدء بالسيام وقبل أن ننوي شهر رمضان إن شاء الله لوجه الله الكريم صياما مقبولا وإفطارا هنيئا وذنبا مغفورا وسنين سعادة إن شاء الله تعالى هذا الفيديو عملته لكم بناء على طلب العديد من المتابعين إني أكمل اللي ابتدت فيه من السلسلة الغذائية لشهر رمضان المبارك شهر الخير شهر شهر الفضيل شهر القرآن شهر بمعنى السهور أفضل شهر في السنة شهر اللي بتجمعوا في الناس على سفرة واحدة شهر بيكونوا متخاصمين على طول السنة متخاصمين وفي هذا الشهر بتجدد عنا العلاقات بتجدد عنا المحبة وتجدد عنا الويد للكثير والعديد من الناس إن شاء الله هذا الشهر بزيل عنا هذا الوباء يا رب رح نكمل لليوم السادس من السلسلة الغذائية لشهر رمضان عام 2021 اقتراحي للأكل لهذا اليوم رح تكون عنا الأسماك الأسماك بأنواع المشوية أو الأسماك بالفرن أو الأسماك المالية الأسماك يجب إنها تكون حاضرة على السفرة وبقوة لأنها تحتوي على اليود وتحتوي على البروتين اللي بيحتاجها الجسم في شهر رمضان لحتى يكتمل عنا يكتمل عنا الطاقة اللي بتحتاجه الجسم حتى يكمل شهر رمضان بدون تعب وبدون جهد طبعا ما ننسى هذا الطبق بيحتاج العديد من المقبلات المقبلات اللي بيحبوها جميع أفراد العائلة من السلطة بأنواعها السلطة الخضرة السلطة العديدة مثل المايونيز السلطة الدورة والسلطة العديد من الكوبة اللبنية والكوبة المالية أما عنا السنبوزيك السنبوزيك باللحمة أو السنبوزيك بالفرن المالية وعنا الشربة بأنواعها أما شربة الخضار شربة اللحمة يجب إنها تكون الشربة موجودة عنا وبقوة على الصفر الرمضانية المشروبات الرمضانية العديدة اللي بحشقها العديد من الناس مثل الخروب والعرسوس والغيرها من المشروبات المخللات المخللات العديدة اللي بحشقها الناس اللي بحشقها الملايين من الأطفال من الكبار ولا ننسى الماء والتمر هذا كان عنا لليوم اقتراحنا لليوم إن شاء الله يكون أعجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك والمشاركة مع الأصدقاء لتعام الفائدة إلى اللقاء في الفيديو القادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة